الألاف من المتظاهرين الإسرائيليين في مدينة قساريا يصعدون من احتجاجهم حاملين مطالب تنادي بالاستقالة الفورية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو متهمين إياهو بالفشل الذريع طيلة الفترة الماضية المتظاهرون جابوا شوارع قساريا سيرا على الأقدام وهتفوا ضد الحكومة الإسرائيلية بأكملها وصولا إلى موقع قريب جدا من منزل نتنياهو الشخصي حاملين لذات الهتفات أمام الشرطة التي منعتهم من التقدم تزداد أعداد المتظاهرين من أسبوع إلى آخر في كل نقاط التظاهر مع الدعوة للتوجه بشكل أكبر إلى تل أبيب ومبنى الكنيست وهو ما يعول عليه المحتجون لإعادة بعض من زخم الشارع إلى ما قبل السابع من أكتوبر